معنا مباشرة من جبل شحشبو في حما جميل الحسن مراسل أوريانت نيوز أهن بك جميل إذن تفاصيل الوضع خاصة على الجبهات في ظل احتدام الاشتباكات والمعارك على أكثر من محور جميل نعم بالفعل ويسام الاشتباكات عنيفة جدا ما بين ميليشيا أسد الطائفية والفصيل المقاتلة على عدة محاور في المناطق المحررة سأبدأ معك من الاشتباكات التي تدور الآن على أشدها بريف إدلب الشرقي على محور الزرزور والإخوين طيران الاحتلال الروسي لا يفارق الأهجواء بعشرات الغارات الجوية تستهدف تلك المنطقة وأيضا أطراف الرفاء الاستهداف كله على المناطق السكنية وأيضا على محاور الاشتباك هناك الفصائل المقاتلة متواجدة ما زالت الاشتباكات على أشدها حتى اللحظة قتلى ميليشيا أسد الطائفية تجاوزت الأحد عشر قتيلا في تلك المنطقة وأيضا هناك استهداف برجمات الصواريخ من قبل الفصائل المقاتلة وصواريخ القراد تركزت على تجمعات ميليشيا أسد الطائفية ومؤازرتها والآليات ومرابط الهوى في أبو دالي وشم الهوى وهذا الأمر أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة مدئيا قتلين في أبو دالي من ميليشيا أسد الطائفية وتدمير عدة آليات كانت متواجدة في تلك المنطقة والاشتباكات مستمر حتى هذه اللحظة الإصابات يعني أكثر من عشرين إصابة حتى اللحظة في صفوف ميليشيا أسد الطائفية بحسب المقاتلين وأصوات الانفجارات يعني مسموعة إلى هنا في أصوات هذا الاشتباك طبعا الأوضاع هناك ما زالت مستمرة ننتقل باتجاه الكبينة التي تشهد أيضا اشتباكات عني فسنبدأ بالعملية التي قامت بها الفصائل المقاتلة على تلة رشو بعملية نوعية تمكنت خلالها من قتل أكثر من عشرة عناصر من ميليشيا أسد الطائفية والقوات الخاصة تابعة لقوات الاحتلال الروسي ومن ثم انحازت إلى نقطة الصفر ميليشيا أسد الطائفية تبعتها بمحاولات تقدم فاشلة حتى هذه اللحظة أيضا الاشتباكات تدور في تلك المنطقة خسائر ميليشيا أسد يعني ما بين قتل وجريح حتى هذه اللحظة بحسب أحد المقاتلين تجاوز الثلاثين ما بين قتل وجريح في صفوف ميليشيا أسد الطائفية وتدمير عدة آليات هناك ننتقل باتجاه يعني ريف حماو الذي يشهد أيضا تصعيد كبير في عمليات الاشتباك بعد أن انحازت الفصائل المقاتلة عن قرية الأربعين والزكاة وأيضا انحازت عن الصخر والجيسات بعد أكثر من ستمائة طلعة جوية لطيران الاحتلال الروسي وميليشيا أسد الطائفية خلال ثلاثة أيام تركزت على هذه المناطق أصبحت يعني مدمرة بشكل كامل لم يعد هناك مكان يقف فيه المقاتل حتى يدفع عن هذه المنطقة انحازوا قليلا إلى الخلف وكانت خسائر ميليشيا أسد طائفية كبيرة جدا سنبدأ بالخسائر منذ قليل استهداف الفصائل المقاتلة تجمعات ميليشيا أسد طائفية في الخطوط الخلفية وفي معسكر جورين ما أدى إلى تدمير مدفع من عيار 130 في هذا المعسكر أيضا على محور الزكاة تدمير دبابة وأيضا تدمير سيارتين زيل واحدة تقول ذخيرة والأخرى تقول مدفع 130 أيضا نتيجة استهدافهم بصواريخ ميمدال ما أدى إلى تدميرهما ومقتل الطاقم بأكماله نضيف على ذلك مقتل ثلاثة مجموعات على هذا المحور خاصة على محور الزكاة والأربعين بينهم ضابط قائد مجموعة الاختحام على هذه المنطقة الاشتباكات ما زالت مستمرة محاولة تسلل فاشلة لميليشيا أسد طائفية في ساعات الليلة المتأخرة مع استمرار التمهيد من قبل الطيران تابع لقوات الاحتلال الروسي وبراجمات الصواريخ وصواريخ الأرض على محور الهبيط هذا الأمر كبد ميليشيا أسد طائفية خسائر كبيرة جدا سيطرة الفصائل المقاتلة على دبابة وعدة آليات هناك وتدمير أيضا آليات أخرى على هذه المحاور ما بين الهبيط ومحور كفر زيتا أكثر من ثمانية عشر آلية ما بين سلاح ثقيل وما بين آليات محملة برشاشات ومدافع ثلاثة وعشرين ونصف نضيف عليها مدفع سبعة وخمسين وعشرات القتل والجرحى في صفوف ميليشيا أسد الطائفية على محور الصخر والجساد هناك ما زالت الاستباكات مستمرة الفصائل المقاتلة مستمرة بعمليات العسكرية خاصة بعد أن أعادت ترتيب الأوراق وأصبحت بصفوف رباط أخرى وعمليات عسكرية ومباغتة في صفوف ميليشيا أسد الطائفية مدنيا الأوضاع الإنسانية صعبة جدا نظرا لكثافة الغارات الجوية على مدار 24 ساعة على مدار الوقت هناك أقل تقدير خمس الطائرات ما بين مروحية وطائرة تابعة لميليشيا أسد وطائرة تابعة لقوات الاحتلال الروسي تقوم بالتنفيذ على مدينة كفرزيتا اللطامنة وأيضا التنفيذ على الهبيط تشكيل من المروحيات مؤلف من ثمانية مروحيات لذلك الطيران أيضا لم تسعة وثلاثين لمن يود من المدنيين الهروب لا يستطيع لمن يود الحركة أي درجة نارية يتم استهدفها بشكل مباشر وما يجدر ذكره هنا استهداف جميع المشافي من قبل طيران الاحتلال الروسي خروجها جميعا عن الخدمة في ريف حماء وريف إدلب الجنوب هذا الأمر شكل كارثة إنسانية بحق المدنيين أشكرك أيضا جميل الحسن مراسل أورينت نيوز على كل هذه المعطيات كنت معنا مباشرة من جبل شحشبو في حماء شكرا جزيلا لك